في خطوة ترمي إلى تقليص نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في الشرق الأوسط الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات الحوثية التي تعد أبرز الأذرع الإيرانية في المنطقة صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث إدراج الميليشيات الحوثية على قائمة المنظمات الإرهابية الصحيفة قالت إن هذا الإجراء قد يشمل تصنيف قادة الميليشيات الحوثية باعتبارهم إرهابيين عالميين خطوة تصنيف الحوثيين ضمن قائمة واشنطن الإرهابية من شأنها تجريم أي دعم يقدم لهذه الميليشيات ويمنع قادتهم من دخول الأراضي الأمريكية وتجميد الأصول المالية للميليشيات الحوثية هذه الخطوة ليست بالجديدة فقبل عامين كانت إدارة ترامب تدرس اتخاذ قرار بإدراج الميليشيات الحوثية على قائمة الإرهاب لكن هذا الإجراء تأجل خشية أن يؤدي إلى عرقلة وصول المساعدات للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وعرقلة أي إمكانية لتسوية سياسية للأزمة اليمنية تزامن هذا مع ما كشف عنه مسؤولون غربيون من أن إيران زادت بشكل كبير الدعم الذي تقدمه للحوثيين حيث ذودتهم بسواريخ وطائرات بدون طيار فضلا عن دعم اللوجستي ويأتي الحديث عن إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب ضمن إجراءات تقوم بها الولايات المتحدة لكبح جماح إيران في المنطقة وتدخلاتها في شؤون دول الجوار